بعد نحو عام من الهدوء ومع توقف المواجهات بين الجيش الليبي في الشرق والميليشيات في الغرب تفجر اقتتال في طرابلس في ساعة مبكرة اليوم الجمعة بين قوتين مسلحتين متنافستين في اشتباكات تشهدها العاصمة الليبية منذ عام شاهد عيان وهو أحد سكان حي صلاح الدين بجنوب طرابلس قال إن إطلاق النار بدأ نحو الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل والسمر لساعات ثم عاد لينفجر مجددا قبل قليل شاهد آخر قال إن الاقتتال دار بين اللواء أربعمائة وأربعة وأربعين التابع لحكومة الوحدة وقوة دعم الاستقرار للتابعة بدورها للمجلس الرئاسي وهما القوتان المسلحتان الرئيستان في طرابلس آمر منطقة طرابلس العسكرية وهي كيان أنشئة بغرض تنظيم الفصائل المسلحة المختلفة في المدينة والمختلفة خلال الحرب الأهلية أشار إلى أن هدف القتال هو كبح أنشطة اللواء المذكور مضيفا أن ما حدث كان تصحيحا لانحراف اللواء عن المسار وعدم امتثاله للأوامر العسكرية لكن وكالة رويترز نقلت عن اللواء أربعمائة وأربعة وأربعين أنه فوجئ بهجوم شنه مسلحون وأنهم مندهشون لتصريحات آمر طرابلس بقلق بالغ تتابع الأمم المتحدة هذه التطورات حيث دعت مهمة الأمم المتحدة في ليبيا إلى وقف فوري للاقتتال في الحقيقة مشاهدين قلق الأمم المتحدة له ما يبرره إذ أن انفجار وتفجير الاقتتال في هذه المنطقة وفي هذه المرحلة من ليبيا على وجه التحديد من شأنه أن يضع مزيدا من العراقيل في طريق الانتخابات الرامية لإنهاء الفوضى والعنف والانقسام القائم أساسا منذ عشر سنوات صحيح أن البلاد حققت نتائج من موسى على الأرض طيلة العام الماضي بدءا من وقف إطلاق النار والتقدم الذي طرأ باتجاه الوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة لكن حتى الآن لم يحدث تحرك باتجاه توحيد الفصائل المسلحة المتعددة في جيش وطني واحد وموحد